السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن من قناة جود كود ويلا بينا نستكمل سلسلة مع الشيلر نجس بالشاليزيشن لانظره انجيب عندنا موديلز كتيرة عندنا نمازج كتيرة مختلفة تستخدم في التنبؤ هنبدأ باسهالهم واشهرهم هو نموذج الانحضار الخطي وما تركز كتير آآ مع آآ مع الاسم العربي آآ مبدأيا كده فاكر لما احنا اتكلمنا عن آآ احنا عندنا مساحة منزل معين وعندنا الاسعار بتاعة كل منزل فيهم هنا المسال دوت هو اللي هنستخدمه هنشرح عليه اللينير موديل آآ لو افترضنا ان احنا عندنا مجموعة من البيوت مجموعة من البيوت كل بيت لمساحة معينة تمام المساحات دي بتاعة كل بيت هنهتبارها هي المدخلات او اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده والاسعار بتاعة البيوت هي الواي او هي الاوتبوت او هي الحاجة بعد كده احتاج اتنبى بيها هي بتاعتنا بمعنى اصح جميل جدا فلو جيت عندي كل اكس كل اكس هنا تمثلي بيت يعني مسلا هنا دي هنا بيت مساحته الف آآ الف الف قدر يعني اعتبر في ديات احد زي ما قمت لها كده قبل كده احد اه الحاجات اللي بنصادمها علشان نيز بيها زي المتر يعني الى حد ما هي قريبة من المتر تمام بس هما في اليو اس ايه لسي مصادمين الي القدم بدل اليه بدل المتر ماشي فانا مسلا ننزل مساحته دي مساحته الف قدم تمام تقريبا سعره اه لو جينا كده هتلاقي مسلا اه 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 مية وتمانين الف دولار وهكذا تمام فهي ديات ايه هي هي كل اكس كل اكس دي كل اكس بيتمثل لي بيت تمام فتقريبا عدد الاكسات دول عدد البيوت دوله تقريبا ايه اتن واربين منزل او سبع واربين منزل تمام فاللين دوت عبارة عن ايه عبارة عن حضرتك هتعمل آآ خط كده آآ تمام بيكون الى حد ما قريب من كل الاكسات دي تمام بخيس ان هو يكون مناسب للتنبؤ يعني ايه الكلام يعني حضرتك لو استخدمنا معادلة معينة هنشرحها فيما بعد تمام المعادلة دي من خلالها هنقوم باية هنقوم بعمل هذا الخط يبقى المعادلة هتعمل لنا هذا الخط بحيس ان هو ايه يكون مظبوط مع كل الايه مع كل المنازل عندنا او يكون متقارب مع كل المنازل عندنا ومن خلاله ممكن نتنبأ باسعار منازل اخرى مش موجودة معنا يعني ايه الكلام يعني الكلام يعني حضرتك دلوقتي زي ما قلت لها كده عندك مساحات بتاعت البيوت. وعندك الاسعار بتاعة البيوت دي. وجي واحد صاحبك قال لي ممكن تعرف لي سعر البيت بتاعي. من خلال المساحة اللي انا هقولها لك. يعني هو جيه مساحة جيدة مش موجودة عندنا خالص. وهو من خلال المساحات الموجودة دي عايزك تتنبق له يعني تتوقع له البيت بتاعه ممكن يكون ايه? ممكن يكون سعره قد ايه. تمام كده? فمسلا مسلا مسلا اعتبر معي ان منزل بتاع صاحبك دوت مسلا اه اه كان قد ايه? مسلا بيت صاحبك اه كان مسلا مساحته اه الف ومتين مسلا اعتبر ديت ان هي كانت الف اه ومتين. ماشي اهو. الف ومتين. دي مساحة المنزل بتاعه صاحبه. ماشي? اه فانت عايز تنبق له. فانا هنيجي عند الخط دوت وانشت خط كده هو كان مساحته الف ومتين. ماشي هتبر دي كانت ايه? كانت الف ومتين الف ومتين بس يعني ازباك الخطيرة فانته تشد خط كده وهتيجي هنا ماشي وهتوصل للمنطقة دي والمنطقة دي تقريبا هتبقى 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 مية وتمانين الف هتبقى مية وتمانين تقريبا يعني ماشي وبس هنا ايه اللي كنا استخدمنا البن افضل من الهايلايتر تمام بس هي ايه يبقى هنا 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 اه مساحة البيت اللي هي مش موجودة اصر عندنا اللي صاحبك عايز يعرفها وعميل عايز يعرف اه السر بتاع البيت بتاعه من خلال المساحة بتاعته فاحنا روحنا على هذا الخط تمام وايه وعملنا ايه وعملنا الخط كده وعرفناه يبقى دي بكل تحديد انت عندك عبارة عن عدد المتناهي من الارقاب وعايز تنبى بالايه بالاوتبوت اللي هو برضو ممكن يكون عدد اللي هي متناهي من الارقاب تمام وزي ما قلت لك كده دوت احد انواع يعني انت عندك عندك المساحة تمام وعايز تعرف الايه وعايز تعرف الاوتبوت عايز تتعرف السعر يبقى ايه جميل جديد يبقى يبقى دوت بيتنبى بالارقام بيتنبى بالارقام ممكن يكون عدد لان هي ايه من الارقام يعني مثلا يعني مثلا انت عندك انت مش عارف المساحة ممكن تبقى دي ممكن تبقى مثلا اه الف ومثلا متين متر الف متين وخمسين متر الف متين وعشرة متر اي اني هكون المساحة دي خمس مية متر مية وخمسين متر مية وعشرة متر مية وعشرة نصف متر تمام? وهكذا. طبعا لو تتذكر معي ان انا قلت لك ان في نوع تاني اسمه اه كليسفيكيشن. دوت بيبقى براعا. يعني مجموعات. يعني مسلا انت عايز تنبق مسلا اه بمسلا شخص دهوت عنده مرض ولا معدهش مرض. اه مسلا اديات قطة ولا كلب. اه مسلا مسلا اه ده ده ولا وهكزا. يبدأ ده نوع اخر يعني 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 عشان بس بذكرك ان هو نوع اخر تمام? يبدأ نوع تاني خالص ده نتكلم عنه فيه ما بعد. ده نوع تاني خالص نتكلم عنه ايه فيه ما بعد. ودوت نوع ايه? ودوت النوع اللي احنا لسا مكلمين عنه اللي هو وبالتحديد ايه? بتنبق بعدد لا نهاية من الايه من الارقاب. جميل جدا. لو جينا لو جينا اه نفطرض مسلا 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 ان احنا اه عدد البيوت اللي عندنا تقريبا اه سبعة واربعين بيت. فمسلا البيت الاول كان مساحته اه الفين مية واربعة. والبيت التاني مساحته الف وربونية وست عشر. بيت الجيد تلات مساحته مساحته الف و خمس و писو'REobية وتلاتين. وهكذا لغاية ما وصلنا لبيت الاخير مساحته تلات تلاف متين وعشر. مساحته كان تلات تلاف متين وعشر. واللي سعر البيت الاول كان اه اه ربعونية الف دولار. البيت التاني كان سعر متين اتون فتلاتين الف دولار ما ديت بالالف تمام involve وهكذا. ماشي. فمسلا مثلا انت لو جيت عند البيت اللي هو مساحته اه الفين مية واربعة. فتقريبا تقريبا الفين مية واربعة. هنا في المنطقة دي. وبعلى موضوع سائل وربع مية يعني مسلا سائل وربع مية. في ان الحاجات لسائل ربع مية هي تتليها النقطة دي. يبقى النقطة دي تمام? هي 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 النقطة دي بالزروط. تمام? يبقى النقطة ديت هي اي. وهكذا يبقى كل بي تمسال لأحد المنازل. جميل جدا. يبدأ ايه? يبدأ دي كل نقطة. بتمسأل ايه? بتمسأل احد المنازل. تعال نجي بقى شوية مصطلحات مهمة. شوية مصطلحات مهمة. انا قلت لك ان احنا عندنا في اللي احنا تكلمنا عنه. الانواع اللي بقى عندك وعندك ايه? وعندك الانصر اللي هي. عندك مساحة المنزل والانصر بتاعته اللي هي ايه? سعر المنزل. دوت ممكن نرمز لي. الاكس. الاكس. وممكن نسميه او ممكن نسميه ينبقى اكس دوت. اللي هو اللي هو المدخلات اللي بندخلها ومقدر عايزين نعرف اللي ليبقى ممكن نسميه ممكن نسميه ممكن نسميه ينبقى او 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 الانصر بتاعنا ممكن نسميها او ممكن نسميها ينبقى الواي دي اللي هي الحاجة اللي انا بعد كده عايز نتبق بيها دي ممكن نسميها ممكن نسميها او 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 تمام عدد بقى او عدد كلها اللي عندي او عدد النروزة عندي تمام دي اسمها نرمزناها برامز كال الحاجات اللي من خلالها الناموزة البتاعها والمودل بتاعها هاي الضرب اللي موجودة عندي بفرق يبقى ايه وهنا عددهم سبعة واربعين منزل سبعة واربعين منزل بعد كده كل آآ ممكن آآ اللي هي يعني ايه كل عندي كل عندي يعني مسلا الاولى اللي هي متين واحد زيرو اربعة كمى اربعمية دي مسلا اوبزرفيشن يبقى دي اوبزرفيشن اوليها الامبوت او الفيتشر والاوبزرفيشن التانية هي خاصة بالاوتبوت او التارجت دي على بعضيها ممكن نسميها دي اكس ودي واي يبقى دي اكس ودي واي ماشي اه الاوبزرفيشن ديت ديت رقمها كام ليت رقم واحد يبقى ممكن نسميها اكس واحد وهنا واي واحد تمام يبقى دي اكس واحد ودي واي واحد تبقى اللي تحتيها مسلا لو كانت آآ مية او الف ربقى مية وستاشر ويمتين اتنين وتلاتين فتبقى اتنين اكس اتنين واي اتنين تمام يبقى ديت ما صرت يبقى ديت ايه اه موضيهم او مكانهم اللي احنا بنت housing عليه يبقى مسلا لو لو خليناها دي اكس واحد يبقى نصف بها دي دي اكس واحد اكس واحد واي واحد طيب لو دي به اكس اتنين واي اتنين تمام وهكزا دي مسلا اكس اربعة وي واي اربع تمام ديتها الموضة بتاعها وخلي بالك انها ديت مش اكس او الاس يعني مسلا تبقي اشortex يا اكس بس اتنين لا خالص olduğ haftett ما مناهي موضعها او ما كانها او البديية مجموعة من الصلحة. تاني كده الاكس دي الاكس دي ممكن نقول عليها او ممكن نقول عليها او المدخلات. الواي دي هي عبارة عني. الواي دي هي عبارة عن الاوتوبوت او الانصر اللي احنا بعد كده عادينا نتنبه بيها. الام دي هي اتعدل ايه? عادي هنا. عندنا سبعة واربين منزل. الاكس والواي اكس. دي اللي هي مسلا لو اكس واي وحطتهم بين اكواس. يبقى معناها انا عايز اشوف مسلا واحدة او واحدة فيها الامبوت وفيها الاوتوبوت. طيب لو انا حضرت اي عليهم كده زي كده الاي المجودة دي هي تبقى معناها اي دي ات لو غيرناها برقم واحد يبقى اول اه رقم اتنين يبقى تاني او رقم تلاتة يبقى تالت او بزرفيشن. يبقى دي ايه? دي قلاصة هذا الكلام. دلوقتي ودي اتكرت اللي نجد انا احتاج ايك تقعرفها. كما في الفيديو جاي. ان شاء الله. والله. اه اتمنى اكوني سفاكم في فيديو لابد. نسا اشتراك القناة وفيه سانكس كده من تحت. تبص عليها لو ايه? لو انت حبيبا. والله. السلام عليكم.